اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم اكثر الدماء التي سفكت في حكاية الاصل والفرع داخل سوريا وادلب خير ساحة لرواياتها فيها منشقون عن تنظيم القاعدة الام كتحرير الشام التي بدلت راياتها واسماءها كثيرا من جبهة النصرى الى فتح الشام حتى وصلت الى ما هي عليه الان وفيها تنظيمات جهادية لم تعجبها قيادة الجولاني وتحولاته الفكرية والتنظيمية وترتيب بيته الداخلي لتلميع صورته الخارجية امام العالم بعيدا عن وسم الارهاب تنظيم حراس الدين وريث القاعدة صيد ثمين لاسلحة التحالف الدولي الذكية التي تصف قاداته دون اي ضجيج واحدا تلوى الاخر ومن لا تقنصه اسلحة التحالف تقنصه اسلحة تحرير الشام التي قتلت قبل ساعات قياديا عراقيا في تنظيم الدولة من الخلايا النائمة في المحافظة انها حرب فروع تشابكت اهدافها فاشتبكت في ميدان ليكثر فيه اللاعبون والحكام والمتفرجون ننتقل الى محورنا الثاني مشاهدين حكاية الاصل والفرع لم تنتهي فتمت قصة اخرى في سوريا بطلها حزب الاتحاد الديمقراطي غصن سوري متفرعون من شجارة حزب العمال الكردستاني المطلوب اليوم قطع الاول عن الثاني ضمن ترتيبات المشهد السياسي في شرق الفرات وهذا ما رفضه حزب العمال لا انسحاب من سوريا ولا استجابة للمطالب الامريكية ولا التركية ولا حتى للفرع الام الذي تتبخر مناطق نفوذه شيئا فشيئا من الحرب حينا والاقلام حينا اخر اعلن جهاز الامن العام في ادلب التابع لهيئة تحرير الشام قتله القيادي العراقي في تنظيم الدولة يوسف نومان الملقب بابو الحارث مع احد مرافقه في عملية امنية ترافق ذلك مع حديث صحيفة نيويورك تايمز التي تقول ان الولايات المتحدة بدأت حملة سرية لتصفية بعض القيادات المصنفة على لوائح الارهاب في ادلب وانها بدأت حملة ضد تنظيم حراس الدين في المحافظة تفاصيل اكثر في تقرير عبد الحميد دباك يتعقد المشهد في ادلب يوما بعد يوم ومعه تتعدد السيناريوهات التي سيكون عليها في الايام المقبلة محافظة لا تعرف اليد التي تديرها وتضيع تطوراتها على الارض ما بين الروس ونظام الاسد من جهة والتنظيمات الجهادية من جهة اخرى جهاز الامن العام في ادلب التابع لهيئة تحرير الشام يوجه ضربة قوية لتنظيم الدولة على المستوى القيادي ويعلن قتله يوسف نومان الذي كان نائبا لوالي التنظيم في سوريا ومسؤول البريد السريع بين العراق وسوريا تلك التطورات تتزامن مع حديث صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول امريكي ان بلاده بدأت حملة سرية لتصفية بعض القيادات المصنفين على لوائح الارهاب في ادلب وعلى رأسها تنظيم حراس الدين لتصفية قياداته التي ظهرت في سوريا في اوائل عام 2018 بعد انفصال عدة فصائل عن تحرير الشام وتشكيل غرفة عمليات وحرض المؤمنين التي تضم مجموعة من التشكيلات الجهادية ويتركز نشاطها العسكري في الخاصرة الغربية من محافظة ادلب وصولا الى شمال اللاذقية مدير المركز القومي الامريكي لمكافحة الارهاب كريستوف ميلار بدوره اعتبر ان حراس الدين يعاني في ادلب من جراء الخسائر التي مني بها مشيرا الى ان الصراع الاخير مع هيئة تحرير الشام اعاق نموه محاولة حراس الدين لم تنقطع ليكون لاعبا اساسيا في مشهد الصراع في ادلب اذ يعتبر اول من رفض سلسلة التفاهمات التركية الروسية واخرها اتفاق موسكو على عكس تحرير الشام التي تتناغم مع الاتفاق والتي تواصل ترتيب بيتها الداخلي لتلميع صورتها الخارجية ولعله من المفارقات ان تصبح هناك تقاطعات في الاهداف بين تحرير الشام وتركيا والتحالف الدولي ضد تنظيمات جهادية متشددة انها شبكة معقدة في خريطة اكثر تعقيدا محكومة بتوافقات بين انقرة وموسكو تبدو مؤقتة ومرهونة بتطورات الميدان للمزيد من التفاصيل ارحب بضيوفي وارحب بعباس شريفة باحث في شؤون الحركات الجهادية وايضا الدكتور ردوان زيادة باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن وارحب بمراسلنا احمد امين من ريف ادلب اهلا بكم وابدأ معك احمد احمد هل قدم تاية تحرير الشام اي تفاصيل اضافية حول هذه العملية نعم بداية مساء الخير لك ديما ولضيوفك الكرامة الحقيقة الجهاز الامن العام في هي التحرير الشام يعني هناك تعليق على العملية التي تمت بقيال يوسف نومان وهو شقيق حجي تيسير والي العراق في تنظيم الدولة سابقا يعني هذه العملية استمرت لفترة من الزمن وعلى اثرها قتل امني من هيئة تحرير الشام اثناء ملاحقة يوسف نومان بالقرب من بلدة سرقين في ريف ادلب الغربي في منطقة ريف ادلب الغربي طبعا هذه ليست العملية الاولى لهيئة تحرير الشام ضد تنظيم الدولة في مناطق متفرقة من ريف ادلب الجنوبي سبقها عمليات على مقرات لتنظيم الدولة في منطقة سرمدة على الحدود السورية التركية في منطقة كفردريان وفي منطقة سرمين التي يعتبرها البعض هنا معقل لتنظيم الدولة كانت سابقا كان هناك عدة عمليات لهيئة تحرير الشام على هذه المدينة ولاحقت عدد كبير من عناصر تنظيم الدولة كانوا من بلدة سرمين أيضا العمليات في مقرات تنظيم الدولة اليوم بعد العمليات الكثيرة التي هي تحرير الشام في المنطقة طرى عناصر تنظيم الدولة المتواجدون في مناطق في ادلب إلى اللجوء إلى مدن وقرى على الحدود السورية التركية إلى مدن يعني بعيدة نوعا ما عن الجهاز الأمني لتحرير الشام ومع ذلك تستمر هيئة تحرير الشام بملحقة عناصر تنظيم الدولة طبعا هذه ليست كما ذكرت لك العملية الأولى للهيئة ضد تنظيم الدولة في ادلب نعم شكرا لك أحمد أمين وراسة تلفزيون سوريا على هذه المعلومات كنت معنا من ريف ادلب سأنتقل إلى ضيفي في الاستوديو عباس شريفة يعني دعنا نبدأ في البداية بخلايا تنظيم الدولة في ادلب هل هناك أي معلومات حول حجم وجودهم في المحافظة ومدى قدرتهم التنظيمية بداية تحياتي لك وللأخوة المشاهدين على ما يبدو أن بعد انفراط سيطرة داعش أو تنظيم الدولة على شرق سوريا خصوصا في محافظة الرقة ودير الزور وطردهم إلى البادي حاولت وعملت تنظيم الدولة على إعادة ترتيب أوراقها وعلى إعادة بناء الخلايا الأمنية التي كانت بالأصل متواجدة في بعض المناطق في ادلب خصوصا في سرمين الذي هناك ولاء عصبوي لتنظيم الدولة وفي مناطق غربي ادلب في هذا الريف المليء بالأشجار الزيتون ممكن تقوم فيه تنشط في الخلايا الأمنية ووجود أبو بكر البغدادي رأس التنظيم في منطقة كفر دريان يدل على أن هناك قيادات كبيرة من الصف الأول تنشط وتتحرك في هذه المنطقة وتعمل على إعادة ترتيب صفوفه ونحن شفنا استهدافات كثيرة تنفي استهداف خصوصا جنود جبهة تحرير الشام كانت في المستهدفة رقم واحد هذا يدل على أن هناك نشاط لهؤلاء هل مشهودها في إدلب لمحاربة تحرير الشام؟ هذا هو الهدف الرئيسي؟ الآن هم يريدون أول شيء في خطة لها مراحل مراحل هو خلخلت الأمن وأخذ بيعات سري وتجنيد الجنود حتى توجد قوة ممكن أن تكون هي الكتلة الحرجة التي تقلب الموازين ويسيطر التنظيم كما فعلوا في كثير من المناطق التي تبدأ في التجنيد السري والبيعات السرية إلى حين ما يكون هناك عندهم قوة يستطيعون فيها الانقضاض على المنطقة وإعلان السيطرة الكاملة على ما يبدو أنهم لا زالوا في مرحلة الانهاك انهاك جبهة النصرة بالأعمال الأمنية وتصفية القيادات وتصفية المفاصل المهمة عند جبهة النصرة خصوصا أن تنظيم الدولة عنده سردية يعتبر أن تحرير الشام وريثة جبهة النصرة هي أعداء أعداءه باعتبار أنها تنافسه على الموارد تنافسه على عنوان على احتكار عنوان الجهاد باعتبار أنها تسوق نفسها على أنها عنوان جهادي وجماعة جهادية تستقطب الشباب لذلك يعتبر كثير من عناصر وقادة تنظيم الدولة أن تحرير الشام هي التي أجهضت مشروعهم في سوريا والعراق بإعلان محمد الجلاني إنشقاقه عن تنظيم الدولة وبيعته للقاعدة الأيمن الظواهري لذلك هناك حق التاريخ وهناك ثردية تكفيرية أيضا تبرر للجنود ممارسة هذه الأعمال وقتل عناصر جمهة النصر باعتبار أنهم قبلوا التعامل مع الحلف الصليبي باعتبار أنهم لا يقاتلون فصائل الردة باعتبار أنهم لا يحكمون شرع الله باعتبار أنهم يعطلون للجهات ضد النظام فهناك منظومة تكفيرية أيضا سردية تكفيرية يستددون إليها في دفع شبابهم أو دفع جنودهم وخلاياهم الأمني لاستهداف واستباعة دماء تحرير الشام سيد عباس من هذه النقطة دعني أناقشها مع الدكتور ردوان زيادة دكتور ردوان هناك عدة تنظيمات جهادية في إدلب لماذا تركز على حراس الدين تحديدا من منظور خارجي خاصة من منظور التحالف الدولي هو يراقب بدقة استخباراتية كل التنظيمات الجهادية بما فيها جبهة النصرة وتنظيم الدولة وحراس الدين وغيرها لكن الأمر يأود تقريبا إلى ما يسمى التكتيك السياسي بمعنى أنه عندما أثبتت جبهة النصرة التزامها بشكل أو بآخر مع الخط الخاص بالتحالف الدولي بأن التركيز الآن على تنظيم الدولة ويجب إنهاء تنظيم الدولة لأن تنظيم الدولة تهديد إلى الدول الغربية وتهديد إلى الولايات المتحدة كما هو تهديد أيضا لمناطق مختلفة من المجتمع السوري المعارضة السورية ولذلك كان تركيز التحالف الدولي والولايات المتحدة فقط على تنظيم الدولة بعد نهاية تنظيم الدولة وسقوط عاصمته في الرقة بدأنا نشهد تقريبا عمليات من خلال الدرونز التي تستهدف تقريبا أشخاص قياديين في تنظيم القاعدة وفي تنظيم حراس الدين العام الماضي تقريبا تم استهداف أكبر لحراس الدين وهذا الذي أدى بشكل أو بآخر إلى إسعاد روسيا لأنها تنظر إلى تنظيم حراس الدين أنهم مجموعة من الذين خرجوا من أشيشان أو من جمهوريات الروسيا المختلفة والذين أتوا إلى سوريا وبالتالي تجمؤهم وربما يمثل تهديد فيما بعد إلى روسيا داخليا من شكل أو بآخر الآن تقريبا عندما تقوم تصفيات الداخلية بين هذه التنظيمات المختلفة ربما تجد الولايات المتحدة أو التحالف الدولي آلية من أجل تغذية التصفيات الداخلية بين هذه الأطراف وعدم الحاجة إلى استنزاف موارد خارجية مما يزيد الذخيرة الأديولوجية لهذه التنظيمات بأنها تحارب الولايات المتحدة والإمبريالية العالمية إلى ما هو ذلك طب دكتور ردوان أريد أن أسأل لماذا نيويورك تايمز وصفت الحملة في إدلب بالسرية لماذا تحمل أو تحمل عملياتها في إدلب طابعا سريا يعني ما السبب لا هو تقريبا منذ بداية حملة الولايات المتحدة على تنظيم الدولة في سوريا 2013 كان هناك قرار سياسي بالتركيز على تنظيم الدولة وعدم استهداف جبهة النصرة طالما أن جبهة النصرة ليست لديها أهداف خارج سوريا يعني لا تشجع فكرة ما يسمى الجهاد العالمي تقريبا التزمت الولايات المتحدة إلى اليوم هي تعرف أن هناك أن جبهة النصرة هي شكل بآخر تنظيم القاعدة وهي لايحة تنظيمات الإرهابية زادت مراقبة الاستخباراتية والاتصالات لهذه المنطقة وزادت أيضا أعتقد من وجود الأهداف الداخلية لكنها إذا ما قررت الانتقال من مرحلة سياسية إلى مرحلة استهداف العسكري بالإدرون فهذه كما قالت نيويورك تايمز ربما تعود تحتاج إلى قرار سياسي هل الهدف من ذلك ربما تحقيق أهداف انتخابية للرئيس ترامب في الحملة الانتخابية القادمة؟ ربما لكن والذي أنا متأكد منه أنه ليس هناك هدف سوري داخلي بمعنى أن الولايات المتحدة لا تنظر الآن إلى القضية السورية كأولوية لها وبالتالي تعتقد أن القضاء على تنظيم حراس الدين ربما يساعد المؤارضة السورية ويساعد تقريبا علاقتها مع تركيا نعم نكمل نقاشنا لكن نتابع هذه المادة عن قائد تنظيم حراس الدين ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو عباس شريفة يعني سيد عباس محاربة تحرير الشام لهذه التنظيمات الجهادية برأيك هل هو بجهد شخصي أم هناك توافق خفي مع أطراف إقليمية وربما أيضا دولية للمساعدة في ترتيب ملف إدلب هناك مساقين أساسيين للحرب الدائرة اليوم بين تحرير الشام وبين الخلايا الأمنية لتنظيم الدولة الإسلامية وحراس الدين المساق الأول هو حالة العداء هناك حالة عداء حقيقية بين جبهة تحرير الشام وبين تنظيم الدولة وبين حراس الدين فهؤلاء عندهم سردية أن تحرير الشام حرفت منهجيا حرفت تنظيميا فكت بيعتها عن القاعدة بدون مبررات مشروعة تنظيم الدولة ينظر أنه هي أيضا تسببت في الشرخ الداخلي في البيت الجهادي وهي التي دمرت مشروعهم لذلك عندها كما ذكرت لكم سردية تكفيرية ومبررة قتال هؤلاء فالأصل أن هناك عدوة لكن الآن المساقة الثانية هو مساق الحرب على الإرهاب هل ما تفعله تحرير الشام هو بتنسيق مع التحالف الدولي؟ هل هو ضمن التعاون؟ هل هناك تعاون بين التحالف الدولي وتحرير الشام على الأرض؟ هل القوة الأمنية تتحرك بناء على معلومات يتم تزويد تحرير الشام فيها؟ أو أنهل تحرير الشام تقوم بتزويد التحالف الدولي بمعلومات عن هذه الخلايا الأمنية؟ كل شيء ورد لكن لا يوجد عندنا معلومات حقيقية لكن السؤال الأهم هل يمكن لتحرير الشام أن تستسمر هذه الحرب على الإرهاب؟ ماذا ستستفيد يعني؟ نعم تستفيد تحرير الشام تقصدين؟ أول شيء هي تريد أن تبسط سيطرتها على إدلب يعني اليوم هذه الخلايا الأمنية باتت مزعجة هي تستهدف جنود هيئة تحرير الشام تضرب لهم الحواجز الأمنية تستهدف المقرات ثم أن هذه الحرب على هذه الخلايا الأمنية هي قد تكون طريقا من أجل تسويق تحرير الشام على أنها فصيل معتدل يقوم بمحاربة المجموعات المتطرفة والحقيقة أن ما تفعلها هيئة تحرير الشام هو أمر مرض غاية الأرضاء للتحالف الدولي وهذا السلوك الذي تقومه الدور الوظيفي الذي يقوم على ضبط المنطقة تحرير الشام منذ أن شكلت نفسها بتحرير الشام وأوجدت حكومة الإنقاذ تحولت من دور المبادر لفتح المعارك مع النظام إلى دور ضبط المنطقة ضبط المنطقة بمعنى تطبيق مخرجات أستانة بمعنى أنها لا يمكن أن تقوم بأي عمل خارج الحدود بمعنى أنها تحمي النقاط اليوم التركية تضرب أي فصيل يعلن التمرد اليوم حراس الدين وتنظيم الدولة الإسلامية يريد أن يتمرد على سيطرة تحرير الشام ويخلخل هيبتها وسيطرتها على المنطقة وهذا ما لا يمكن أن تقبل به تحرير الشام هلأ ممكن تسوق تحرير الشام لهذا الذي تقوم به من الحرب على الخلايا الأمنية لتنظيم الدولة وحراس الدين على أنها فصيل معتدل وأنها تقوم بالحرب على الإرهاب كل شيء وارد ونحن نسمع لتصريحات الشرعي العام عبد الرحيم عطون الذي قال نريد أن ننظف صورتنا المشوهة ونريد من الغرب أن يتواصل معنا ونريد أن تشارك الدول الغربية في إعادة إعمار إدلب ودعاهم إلى زيارة إدلب فهناك سياسة ممنهجة عن تحرير الشام من أجل تلميع صورتها من أجل أعطاء صورة مغايرة سأطلت به سيد عباس إلى الدكتور ردوان دكتور ردوان يعني بتقديرك هل من الممكن أن تستفيد تحرير الشام من هذا الوضع ويتم رفعها من قانون قائمة الإرهاب من المستحيل تقريبا أديولوجيا وفكريا وسلسلة الجرائم التي ارتكبتها القاعدة وجبهة النصرة في مناطق المعارضة السورية وفي الشمال السوري من المستحيل طبعا التفكير حتى بأن أحد من الأطراف أنه ممكن يطلب رفع جبهة النصرة وأعتقد جبهة النصرة كانت كارثة على الثورة السورية منذ اليوم الأول أنا أعرف تماما طبعا أخطاء كبيرة ارتكبها الجيش الحر وما زال يرتكبها الآن ما يسمى الجيش الوطني لكن على الأقل أعطى الجيش الحر ما يسمى الهوية الوطنية للثورة السورية بما يتعلق العالم المشترك بما يتعلق الهدف المشترك هل تفك ارتباطها بتنظيم القاعدة؟ حتى ولو فكت يعني أعتقد كل المراقبين وأعتقد السوريين بما فيهم لا يعتقد أن هذا فك الارتباط هو تكتيكي وأيضا بالنسبة للقاعدة يعني هذا المعقل الأخير الذي بقي لها بالعالم بعد مقتل أسامة بن لادن وبالتالي هي لن تفرط به لأنها تعرف تماما أن الغرب وأن المعارضة السورية لن تثق بها بأي شكل من الأشكال وبالتالي هي تقول حتى ولو أرادت أن تقطع الطريق للمنتصف فإن الطرف الآخر لن يصل إلى المنتصف الآخر ولذلك هي ربما تجد فيما تقوم به من عمليات صراعات داخلية داخلها ومعها حراز الدين ومع تنظيم الدولة هي شكل من أشكال استنزافة الداخلي الأفضل بالنسبة لها أن تحل نفسها وأن تسمح للمعارضة السورية التي تسيطر على مناطق مختلفة من الشمال السوري من دخول إدلب ومن السيطرة عليها وحكمها محليا لكن أعتقد أن جبهة النصرة هي التي تؤخر بشكل أو بآخر عملية إصلاح حقيقية للمناطق المختلفة للمعارضة السورية وهي طعنة الثورة السورية طيب دكتور ألا يمكن دمج تحليل أشهر ضمن الجيش الوطني كما تفكر يعني تركيا ربما ربما يعني إذا تم إعلان بشكل نهائي حل جبهة النصرة نهائيا وأنه ليس لها وجود وأن الجيش الوطني الآن يسيطر على هذه المناطق وأن المحكومة المؤقتة التي تتبع للأتلاف الوطني هي التي تسيطر على إدلب بشكل كامل وليس ما يسمى حكومة الإنقاذ هذه طبعا شروط رئيسية بالنسبة للتحالف الدولي وأعتقد أنها شروط رئيسية أيضا بالنسبة لتركيا التي لا تريد أن تتحمل عبء التعامل مع منظمة إرهابية بحيث أن تخسر تقريبا علاقاتها مع روسيا أو حتى مع الولايات المتحدة وبالتالي تركيا بشكل أو بآخر الآن ما زالت تمتص وتبتلع تقريبا الطعنات التي تقوم بها جبهة النصرة من خلال ما يسمى الغرور التي تحاول أن تعلن السيطرة على هذه المناطق مختلفة لكن لا المجتمع السوري يرغب بها ولا أعتقد أن المجتمع الدولي أيضا سوف يطبع علاقته معها بأي شكل من الأشكال نعم أشكرك الدكتور ردوان زيادة سأختم مع ضيفي في الاستوديو عباس شريفة يعني سيد عباس هل تتوقع أن تفتح حرب التنظيمات الجهادية؟ الحقيقة أنه اليوم في تزايد لنشاط الدولة الإسلامية خصوصا أن هذا التنظيم لم يتم القضاء عليه قضاء ماديا وإنما تم إزاحته عن الجغرافيا التي كان يسلطر عليه والإزاحته عن الجغرافيا معنى أن هناك سبعين ألف عنصر كان مبايع ومنضم لتنظيم الدولة انتشر في باقي المناطق ممكن لحلق لها وغير الشكل الخارجي وبدأوا بتشكيلات أمنية داخل هذه المناطقة الهشاشة الأمنية وحالة الفقر وحالة العواز وحالة ضعف التعليم وضعف المشاريع الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي يجعل هذه البيئة خصوصا في مناطق إدلب ودرع الفرات وغسل الزيتون بيئة مواتية لعملية التجنيد خصوصا إن تم كان هناك إغراءات مادية لهؤلاء الشباب اللي ممكن لا يجد عمل أو لا يجد قوت يومه استغلال حالة الفقر ممكن يتم هذا التجنيد وإذا ما تم هذا التجنيد فنحن فعلا أمام حرب التنظيمات ويمكن أن يكون سيناريو مرجح في المرحلة القادمة شكرا لك ضيفي في الستوديو عباس شريفة باحث في شؤون الحركات الجهادية والشكر أيضا موصول للدكتور ردوان زيادة باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن والشكر أيضا لمرسلنا أحمد أمين من ريف إدلب فاصل قصير مشاهدينا ونعود بعده لمناقشة ملف آخر ابقوا معنا شكرا لك موسيقى اشتركوا في القناة